في موضوع آخر ندد سكان قرية هلتالة ببلدية الحمادية جنوب ولاية بورشبور ريج والتي بها أزيد من أربعون منزل ريفي بقرار منح السلطات المحلية لمساحة قاربة الخمسة وخمسون هكتار لأحد المستثمرين الفلاحيين في إطار عقود الامتياز قد استغرب المواطنون منح المساحة المذكورة المشيدة بها مساكنهم دون أي دراسة حسبهم وقد أصبح المواطنون مهددون بالترحيل من القرية المعنية بعد استفادة المستثمر من القطع الأرضية قبل سنوات من الآن بلال الصيف رصد التالي لكان خرجوا شافوها مستحيل يعطيها لأساس أنها أرض ذلاحية هي أرض رعاوية تعطيها لأساس إمتياز أرض ذلاحية الثالث واللاثين راس شرع بها ورح نروحوا هنا وهو فيها قريبة ربعين دار ساكنين فيها كل ورح نروحوا يلجوا يرحلون لبلسة أخرى ورح المشكلة نرحلوا خلاص ونخليوا كله ومجاتي مراسلنا تقرب من السلطات المالية للاستفسار عن الموضوع غير أنها رفضت التصريح هذا وتنقلت قاناة النهار إلى مديرية أملك الدولة لولاية برج بعراريج هذه الأخيرة التي رفضت الإدلاء بأي تصريح بحجة أن القضية متواجدة بأروقة المحاكم وبأن السلطات المختصة تنظر في القضية عن كثب بلا الأصيف من مقر مديرية أملك الدولة لولاية برج بعراريج قاناة النهار ترجمة نانسي قنقر